صلت مجموعة من علماء الأطار بالرباطة الضوء على الإرث التاريخي العريقة لمدينة أغمات والحافل بعناصر التقافة المادية ولاسيما الهندسة المعمارية وذلك خلال ندوة من تنظيم متحف بنك المغرب على هامش المعرض المؤقت أغمات تاريخ مشرق لحاضرة مغربية هذا المعرض للخاص بعلم المسكوكات يروم تكريم مدينة أغمات والتي ساهمت في تعزيز إشعاء الحضارة العربية الإسلامية بالمغرب والتي لم تحظى بالاهتمام الذي تستحقه دراسة الحفريات التي أنجزت حول المدينة مكنت من إعادة اكتشاف معالم بارزة لا سيب مسجد أغمات الذي ساهم في إشعاء المذهب المالكي والتصوف المغربي من القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الرابع عشر اتخذت كعاصمة لإمارة محلية تسمى الإمارة المغراوية معروفة أساساً بوجود شخصية نسائية فذة في تاريخ المغرب هي زينة بالنفزاوية ثم بعد ذلك خلال الفترة المرابطية قبل بناء مراكش كعاصمة لهذه الإمبراطورية الشاسعة ونقشت الندوى جوانب متعددة من التراث الأتري والتاريخي وحتى التقافي الخاص بهذه المدينة التي كانت واحدة من أكبر مدن العصر المغربي الوسيط